الهدف الرئيسي لزيارة وزيرة الخارجية المنغولية هذه المرة هو تأكد من تنفيذ النتائج التي اتفق عليها الرئيس الصيني سي جي بينغا والرئيس المنغولية أخنى جن أخر لصغف نوفمبر الماضي. هذا ووفقاً لأحد الخبراء الصيني المتخصصين في العلاقات بين الصين ومنغولية. وفي اجتماع العام الماضي أشرف رئيساء البلدين على توقع 16 وثيقة حول تعاون الثنائي. تغطي التجارة والاستثمارات ومجالات الرئيسية أخرى. وهناك الآن قضايا مهمة أخرى سيناقشها البلدان الجاران. الصين ومنغوليا تشتركان في 4700 كم من الحدود. لذلك نواجه أحياناً تحديات مشتركة. على سبيل المثال ساعدت الصين منغوليا مؤخراً في إخماد حرائق السهوب على حدود البلدين. ووعدت الصين دعم منغوليا في حملتها لزراعة مليار شجر التخفيف من التصحر. قال باو إن تعاون الاقتصادي والتجاري ركيزة أساسية للعلاقات الصينية المنغولية. في عام 1994 بلغ حجم التجارة بين الصين ومنغوليا 120 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2022 زاد حجم التجارة الثنائية أكثر من مئة مرة ليصل إلى 13 مليار دولار أمريكي. كانت الصين أكبر مصدر الاستثماري في منغوليا وشريكاً تجارياً لما يقرب من عشرين عاماً. ترجمة نانسي قنقر